السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن من المدرسة أطفال الرمثة النموذجية تمهيدي شعبتي اليوم المد التي ستعرض إليكم مادة اللغة العربية طبعا قبل ما أبلش بدرسي بحب أهنيكم بحلول شهر رمضان المبارك إن شاء الله كل عام وأنتم بألف ألف خير اليوم إن شاء الله رح نعمل مراجعة سريعة بس مراجعتنا اليوم غير المعتاد عليها رح نعمل مراجعة للحروف المتشابهة نحن كل مرة نعمل مراجعة عامة كل الحروف اليوم رح نعمل مراجعة الحروف المتشابهة شو يعني يتمهيد الحروف المتشابهة؟ شو يعني يتمهيد الحروف المتشابهة؟ يعني اللي بتشبه بعضها برافو عليكم يعني الحرف اللي بيشبه الحرف حروف بتشبه بعضها هم نسميه حروف متشابهة دبوا علي يا تمهيدي شو هذو الحرف يا تمهيدي حرف الباء أحسنته طب مين يعطيني حرف شبيه إله يلا البنات الحلوات أيوة يا ميرة حرف التاء أحسنتي طيب سلمة شو هذو الحرف يا تلمة حرف الثاء هذو الحروف كلها تمت شبههم بعضهم الباء والتاء والثاء طيب من يعطيني حرفين بيشبهم بعضهم كمان آيا ميس برافو عليكو حرف الراء بيشبهوا مين حرف الزاي برافو على الحلوين طيب شو كمان حرف تشبه بعضها يا تمهيدي يلا يلا أشوف الأبطال أحسنته يا تمهيدي حرف السين شو اللي بيشبهه يا تمهيدي يلا يلا أشوف يا كمال حرف الشين يلا يعبودي لو ما إلك صوت شو كمان في عندي حروف تشبه بعضها يا تمهيدي حرف الحاء أحسنته شو اللي بيشبهه حرف الجيم في إلو كمان حرف ثالث بيشبههم وحرف الخاء رح ناخدها إن شاء الله بالدروس الجاية طيب شو كمان في دار عندي حروف حرف الدال أحسنته وشو كمان يشبهه حرف الدال أحسنته يا تمهيدي هذول كليات اللي بسميهم حروف متشابهة بتتشابه بالشكل بس بتختلف باللفظ لفظ هن بيختلف الحاء زي لما ألفظ الجين طبعا لا عندي حروف متشابهة بالشكل أما باللفظ طبعا ما بتشبه بعضها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا متابعة للدرس اللغة العربية انتبهوا علي يا تمهيدي انتبهوا علي يا تمهيدي شو هذل حرف يا تمهيدي شو هذل حرف يا تمهيدي F بأول الكلمة برافو عليكم وهاي يا تمهيدي F بأخر الكلمة شفتوا F بأول الكلمة وهاي عندي F بآخر الكلمة طيب تابعوا علي يا تمهيدي اليوم رح نأخذ حرف شبيه لحرف ال F بيشبهه بالشكل أما باللفظ طبعا ما بيشبهه شو هذي اللي بيدي يا تمهيدي شو هذي اللي بيدي رح تقولولي يا مس هذا قلم شو هذي قلم شو هذي قلم طيب شو هاي يا تمهيدي شو هاي يا تمهيدي ورق شو هاي يا تمهيدي ورق شو هاي ورق طيب أنا لما عرضت ورق وعرضت قلم شو أول حرف لفظت بهاي الكلمات برافو عليكو حرف القاف شو لفظت اليوم حرف القاف اليوم يا تمهيدي اليوم يا تمهيدي حرفنا حرف القاف صوته سوته ق حرف القاف سوته ق حرف القاف سوته ق حرف القاف سوته ق طبعا يا تمهيدي هاي بيتسموا من الحروف الحلقية من الحروف الحلقية يعني شو يامس يعني حروف حلقية والله مش فهمينها رافوا على هالسؤال يا تمهيدي احسنتوا يا تمهيدي على هالسؤال حبايبي يعني هذا الحرف بيطلع من حلقي بيطلع من الحلق بيطلع من الحلق يلا اشوف الكل معا يلفظ ويكرر اكثر من المرة حرف اق 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 انتبهتوا علي تمهيدي من ينطلع طلع من الحلق اق حرف القاف صوته اق 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 ق رب cu لم ق لم حرف القاف صوته اق طبعا حرف القاف ياتمهيدي كم شكل لا ياتمهيدي مش بحرف الف بس فيه على فيه اختلاف شيء وسيطي ياتمهيدي فيه اختلاف نفس حرف الف بس فيه عليه نقطتين شو فيه عليه على راسه نقطتين ياتمهيدي برافو على الحلوين برافو على البنات الشطورة دائما البنات صوتهن أعلى اقب أول الكلمة شو هاي تمهيدي اقب أول كلمة طب الشكل الثاني بيشبهه كثير كثير بس شو إله بطن اقب آخر الكلمة بلف لف 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 شايفين بس نازل عن السطر شايفين نازل عن السطر ببحطه على السطر نازل عن السطر اقب اخر الكلمة اقب اول الكلمة اقب اخر الكلمة شايفين انها لفة لفة شايفينها تحت السطر اقب اول الكلمة اقب اخر الكلمة اقب اول الكلمة اقب اخر الكلمة طيب خلنا ناخذ كلمات عليها اقب فتحقه قوله قاله امون قالامون شايفين يتمهي دقة أو لا قال أو من قال من هذا الإق هنا أجب أول كلمة ولا بآخر الكلمة رافع عليكم بأول كلمة طيب قو قو أو إس قوس قو أو إس قوس يجي تحطيت عليها تنوين الضم صارت قو أوس قوس طيب أعطوني كلمة بها إق بآخر الكلمة أعطوني كلمة فيها الإق بآخر الكلمة يلا فكروا معايا تمهي دي بر بر وإق برق أحسنتوا بر وإق برق طيب إدو فتحدة وقي دقي وإق دقيق د وقي دقي وإق دقيق يعني الدقيق يعني القمح وقلم قوس بر دقيق هاي عندي كلمات على إق بأول كلمة وإق بآخر الكلمة إق بأول كلمة إق بآخر الكلمة هذول من الحروف الحلقية شو يعني حروف حلقية تمهيدي يعني تطلع من الحلق تطلع من الحلق خلينا نشوف شلون بدنا نأخذ مقاطع المد الطويل أحرف القاف مقاطع المد الطويل أحرف القاف يلا بسرعة بصوت عالي يلا قرأوا لي هذا المقطع يا تمهيدي قا أحسنتوا قوه برافو على الحلوين قي هذول بسميه المقاطع المد الطويل يعني على الأبطال اليوم أبطالي نشيطين لا يرضى عليهم طيب خلينا نأخذ المقاطع القصيرة يلا الفضوا معي على السريع السريع بدنا نلفظ يلا بدنا نشوف انه دائما طلاب النموذجي متميزين دائما متميزين بكل إشي ليهم قا قي أحسنتوا قن برافو عليكم قن اليوم رح أخذ إشي جديد قن تنوين كسر هذ عرفتوا هون تنوين ضم تنوين فتح تنوين كسر شق التوم للكسرة دائما بتيجي تحت الحرف هاي هذو سميه تنوين كسر شق التوم للكسرة يا تمهيدي بحطه فوق الحرف ولا تحت الحرف لا تحت الحرف قن يلا ق 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 وكسر ق طب وعليها تنوين كسر ق ق احسنتوا يا تمهيدي احسنتوا يا تمهيدي اق وكسر ق وعنجت حطت عليها كمان كسر كسرتين شق التوم شو صارت عندي تنوين كسر هاي صارت قن شو صارت قن رح نأخذ هسا تحليل وتركيب لحرف القاف تحليل وتركيب لحرف القاف عندي هون حلل الكلمات الى مقاطع احنا اعرفنا طبعا بالدروس السابقة شو يعني نحلل عندي يلا الكل يهجي معاي بد الكل يهجي معاي هاي الكلمات اللي بكتبة ق وري ق ري وبن قاربن اصلا بدي اشوف شلون بدهم التمهيد الشعبة دي شلون يحللولي هاي الكلمة عي ورا عرا وقن عرا قن يلا اشوف يلا بد الكل يهجيها بصوت عالي قا اري قاري اوبن قاربن برافو على الحلوين قا اري قاري اوبن قاربن شلون يا تمهيدي بدي احلل هاي الكلمة يامس انا عارف شلون يلا ورجوني شلون عندي حرفي هون هاي المقطع حرفي الاق مع الاا صار عندي مقطع برافو عليكو يا تمهيدي كفحا من الابطال الحلوين يعني حرفي القاف مع الاا صار عندي هون مقطع المقطع احنا قلنا المقطع هاي بكون مقطع طويل مقطع طويل مقطع مد طويل مقطع مد طويل مقطع مد طويل حرف القاف مع الاا صار مقطع طويل يجي تحطرته بغرفته طيب الري مقطع صح مش الر عليها كسرة بسميه مقطع حاطيتو و مش لتو القاء بغرفتها و الرية بغرفتها ظلت البن هاي بدقوا.باللهي يعني اني الدد ظلني لحالي انا زعلت منكو انا زعلتfe من القاء و الرية اني انا البن بدشيك لحالي واروح اتفرج ع التلفزيون نبغرفتي الدنيا رمضان واني بدي ازهر ع التلفزيون بغرفتي ايجي بتابي البن رقحت علي غرفتها قالت لاو أخواتها أنا تاريك كل يوم بدي أزهر لحالة برقاحتي القا لحال والري لحال والبن لحال يلا عي عي ها شايفين عي أنا لفظت الإعماع الكسرة صارت عي مقطع أي حرف يا تمهيدي عليه أي حرف عليه حركة ضمة كسرة بسميه مقطع عي وعند الرا هاي مقطع وعند الرا مقطع ورا عرا عي ورا عرا وقن والإقعال لها تنويا صارت عرا قن عي ورا عرا وقن عرا قن القا لحالها والري لحالها والبن لحالها قا ري بن طيب ها إخذنا إحنا تحليل حسا بدي أخذ من المقاطع أركب منهن كلمات مقاطع عندي بدي أركب منهن كلمات يلا خلينا هون ابو فتحة ب ور بر وق صارت عندي هاي الكلمة شايفينها متحرك مع ساكن شو بسميه تمهيدي برافو عليكو بسميه مقطع بر بر وإق برق أحسنتو طيب هاي الكلمية تمهيدي هون مقطع القو مش القو مقطع مقطع طويل قو صح مقطع قو قو جسألي حركتها حطيت فتحة عليها وحطيت عليها سكون صارت قو هاي هون قبل ما أحركها قبل ما أحط عليها الحركة قو جسألي حطيت فتحة على الإق وعلى حرف الأوس وكون صارت قو أو اس قوس قو أو اس قوس شو صارت عندي قو أو اس قوس بهاك إن شاء الله مكون انتهينا من حرف القاف صوته إق مع أشكال الحرف والمقاطع المد الطويل ومقاطع المد القصير وتحليل وتركيب بعض الكلمات نشوفكم إن شاء الله على خير موسيقى